كان يا مكان في يوم جميل وملئ بالامتنان والجينيا فجأة نسمع الشي هذا وصرحت معاه عجبتني برشا الموزيكا وبعد ما حصلت المعلومات اللازمة الكل قررت بكل حزن اني نخرج من استوديو ونمشي نكتشف على ارض الواقع موسيقى يا سيدي بن سيد الموسيقى هذي هو غناء توايف ربونتن اللي هما متواجدين في احواس قرية اسمها السيدي مخلوف اللي تابعة ولاية مدنين في الجنوب التونسي ووين نمشي واحدة في الطريق بقيت نخمم في حاجة بالرغم اللي ليس صغرى عايش في الجنوب التونسي الا اني ديما نسمع في حكايات وموسيقات وكلمات جدد ومزيانة برشا وما نعرف هيش هذك عليش قررت اللي وين نلقى حاجة سبيسيال تعال يا ولدي مش مغاد يرجع وين نلقى حاجة سبيسيال يلزمني نخرج ونمشي ونكتشفها ووحدي ما غير ما يقلقني حد هاي هاي بربة نمشي على الكرب وبردة مشتر موال هاي شبيك انتنا هالكي ما تنقرز يا غير هاي نحوس وهالطقل جميل ودنيا سمحها يا خير هاي بركة هاي انت حوس وإحنا هانا مراق هاي مال يا خير الطقل سمح ومطر ودنيا وجو هاي 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 سيتوني وحاك اللي جنجن بش يكمل على سجي يا مطر يا خالتي صب على قطاي في مدهونة بزيت الزيتونة يا مطر يا خالتي صب على قطاي في مدهونة بزيت الزيتونة هؤلاء هذه سيدي مخلوف فيها تقريبا 4 ألف ساكن وإذا كان بيش نحسبوا الأحواز منا ومنا نوصلوا حتى 30 ألف ساكن الحياة فيها بسيطة ومريحة بعيدة برشة على الجوجمة ومتع المدن الكبرى بلاد مليئة بالفن وتظاهرات الثقافية وفيها برشة معالم أثرية كيمة القسور الجديمة والمزيانة دايرة بها غابة وبتبيعة في وسط القرية نلقو الجامع الكبير اللي بحذاه مقام سيدي مخلوف بعد دورتنا في البلاد نشينا الدار الثقافة أمي فيصل أهلاً 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 مرحباً أصدقاء أمرك واضحة أمرك واضحة أمرك واضحة نسلة بعض الأسئلة قبل ما تصل الطايفة أمرك واضحة أمرك واضحة أمرك واضحة مبروك بوذينة مدير دار الثقافة بسيد المخلوف من ولاية مدنين مؤسسة تنشط من منذ سنة 2009 ليومنا بها مجموعة من النوادي نادي الفكر نادي التصوير الفوتوغرافي نادي الإعلامية ونادي الفنون التشكيلية نادي المصرح ينشط لمدة شهرين أو الثلاثة تحضير المهرجان الجهوي المصرح اللي يصير كل عام بولاية مدينه محطاتنا الكبرى عندنا المهرجان الصيفي اللي هو في كل سنة بالتعاون مع جمعية المهرجان وعندنا مهرجان الطوايفي اللي هو المهرجان الأكبر شنو الموقف لعند الطوايف؟ الموقف هذا فش يتمثل يرجع على بعضهم بالشعر وبالغناء اللي هو المرتجلة الآني معناه وعلى السبعينات والثمانينات كان يصير في بارس مشاكل معناه وهو بطبعه في الأخير هو المقياس اللي يربح في المنافسة هذية وفي الكلامية وبالنسبة للشباب؟ مثبين حتى طرس الطوايفة هذي طوايف غنات طوايف يمرشوه حتى الشباب اليوم وعلاك لا نجموا حتى يقع نوع من التجديد فيه حسب المتطلبات الضوء العام اليوم الحاجات اللي قادة تصير في سيدي مخلوف مهمة برشة وحلوة برشة وندعو الناس اللي قاعدة تتفرش انها تمشي تحظر وتكتشف المهرجانات والتظاهرات اللي يصيروا كل عام بقيت ما نستعلي في المتريالة بتاعي والآلات لين يقولولي اللي الطايفة وصلت الوقت موسيقى 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 وفيك اكثر تحكينا شوية الطائفة كيفاش انتبعنا ثم برشة طائفة ثم عندنا ارب افريق في القصبة احنا ارب افريق قبل انه كنا عرشنا احنا كنا سبع افريق اما الكبار مات تلا يرحمهم بالغناء هدا تتورثوه ولا كيفاش يصير والله تتورثوه ترثت معنا بوبا اي 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 نجيب انه مثال نقعد شهر شهرين اذا على غزة او مثال رب ينصل للمقاومة اشانا انتبع فى نشرة اي 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 اᾠية كتيبو واذكاء وتابع نشرة والله ما شاء الله على الحلي! ديما تابع zwy وقتها واذا ووبتها ايه على الوضع عالوضع عالوضع ديjos والصغار اشيناي يخنوش معكم ساعات والله يخفزوش ان شاء الله ربي يهديهم الساعات يكلوا اصغار ما خله مش يغله وكان من يوصلوا عمر معين لا 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 ماذا بينا احنا كنلقى؟ ماذا بينا كنلقى حتى ودي سبعة سنة يجيبها؟ هذا؟ ماذا بينا؟ وشاء الله ربي يهديهم عم عروسي بيش نورك حكاية شاء الله خير هاذي جابوها لي وما نشعرفها شنية هاذا الطبل الطبل ايه الطبل هابا الطبل الطبل هاذا؟ ايه؟ هاذا قسعة عود قسعة عود عم كان نجع قبل يأكل فاها قبل حتى حتى في سنين اللي فاتت يعني من حكاية السبعينات هايوه قبل في العرس يجيبوني هاذي كسخسي والحم ماذا هاذا يأكلوا فيها الماكلة؟ ايه يأكل فيها الماكلة قسعة عود يقولك هاذا هايوه وهذا جلد الجمل جلد الجمل وهذا السيور المتاع الشيور وهذا، وهذي جلد الجمل لكلها هايوه هايوه هذة طبي وكيفاش هذا؟ يجد يوريني كوي يوريك ايه عبد الرحمن عبد الرحمن يوريك ايه هاي سي تراخ كيف تناملوش تقبلوني معكم مرحبا مزار عجالي عجالي لو استسمى لو الرياض تدخل الطايفة لو تخش الطايفة الفرق تخش تو هاني يجيبه صلاة النبي صلى الله وسلم بعتالي العجالي هذي يضرب يضرب فالطابو هاي با باعتالي عنا هاي سي باعتالي 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 السلام عليكم أستاذي نجربونا حاجة اتسمعونا موسيقى 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 قالوا لي الزي متاحهم والفن متاحهم تصنف موروث عالمي في اليونسكو حاجة مهمة برشة ونجمون في تخروبها أما تقول ما زلت عندي حاجة أخرى لح تنعرفها كيفاش الشباب اللي عايش في المنطقة يمارس في الفن متاعه والغرام متاعه عسلام موسيقى 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 وقت اللي كان عمري ستة سنين اكتشفوا دارنا لانا كنت نغني صوتي مزيين وعندي صوتي طبقة عالية تعديت مرحلة الكوليج ولت نقل في اليساء ولت نجيل دار الثقافة ومغرومة وكل أبي كامبيانيست سي فيصل طبو منا هندر بامون انتي في الدار في العيلة لسقط فيك تيكا متاع انت هي اللي تغني اني هي الفنانة متاع متاع كل كونسابت يصير ولا فرح ولا حكاية اني هو اني الريسبونسابل متاع الغنائي كله علىك هو ايكي 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 شهر ايكي تعمل بك با شنو متأثرة تو انتي من الوقت تحبي تسمع موسيقى شنو اكثر حاجة تسمعها نسمع التونسي المالوف زياد غرساء ونسمع غربي نسمع برشة زادة فرنسية وانجلية اوكسيدنتال اكيد بيش نجرب حاجة مع بعضنا ان شاء الله يعطيك الصحة يا سيوال عبير القابسي نقرأ تنشيط شبابي في بيرد باي تونس ريال بوغارس نقرأ زيامانية تنشيط شبابي في المعهد العالي تنشيط الشبابي في بيرد باي صعب تعبير نفس الرحلة الدراسية يتسمع نخدم مسرح قريبة من الاحتراف ان شاء الله يا ربي اوه باية سر اكتشافات اني جاينا لسيدي مخلوف نحبو انتشفوا للشباب جديد وكل شاي عملتوش عمال مبعاثكم مش نيه العمل اخرى هم العمل عملنا كلوا بعض ايزة اخر عمل عملناه تمرد في درفقه في سيدي مخلوف شاركنا به في الجهوي مهرجا الجهوي وعملنا قبل بصمة دعبة في سيدي مخلوف كلهم ما شاركنا بين في الجهوي والاقليمي العروض الجميلة اللي عملناها في سيدي مخلوف هي شهود عيان تحكي على معاناة المرأة صاحبة المحار المحار اللي تخدم في البابوش وعرضناها في المهرجان بتاع سيد المخلوف ولقيت نجاح كبير وصار بعدها بارشة تحولت في شأن المرأة هذه فحنا نحكوها علينا ومنا وفينا نحكوها على معاناة ما على فرحتنا نجول دار الشباب نعطوا طاقة ونتفرهدوا فهكهوا فخورين برواحنا فخورين بالنواة هذه متاع المسرح أحقي واضح حتى من سألته هناك شيء واضح ليه البدت هذي نغيرو شوي خلت الموسيقى زي مطفينها وما حتى الموسيقى ميتسوها بالله اعملوا شوي اعملوا شوي بها يعطيكم الصحة تريدوا يواصلوا على المشوار متاعكم ومرحب بكم بحث بعد ما تعرفت على شباب ابقينا نجربو نبارفو اللوجة ولا حاجة نجمو سجلوها مع بعضنا إذا كان عجبتكم المغامرة هذه لا تنسوش بستعملوا لايك وفواللو وتخلووا لي في كومنتر إذا كان ثم بلاسة وراء تركينا في تونس فيها حاجات سبيسيال نجمو ونمشو ونكتشفوها يلو تسمعونا مع المجموعة الجميلة هذه وجاكشي من ينام له يا بيرسو سوا وجاكشي من ينام له يا بيرسو سوا وجاكشي من ينام له والعين زودة واه يا والشعار بالحنبلة يا بيرسو سواه مفهولة باره والعين زودة جنسية ربا جمالة يا صالح يا وينزالي يا بيرسو سواه يا بيرسو السواه يا بيرسو سواه ومفهولة باره ومفهولة باره وعلكت في ملاوها لو وقت نصفت في دينك مطمولة بطارة ويعيد سودة جندي ركبات مطارة يا صالح يا وصالح يا عفور كبيرة يتبسع في الجب علي تبسى مطيرة يتبسى مرد علي مطمولة بطارة ويعيد سودة جندي ركبات مرد علي يا صالح يا حفور كبيرة